وسط طقس معتدل تنمو مزارع الخضروات تحت النخيل بداخل تنوذيب وحيث تعتبر مزارع جديدة الأكبر من حيث المساحة المزروعة نموذجا لنجاح زراعة الخضروات هنا بالعاصمة الاقتصادية تقدر المساحة القابلة للزراعة حتى الآن بحوالي 40 هكتار منها 32 يتم زرعها فعلا والبقية في الطريق دائما نداء رئيس الجمهورية بين اللي ما نقدو كنا دائمو به اللي نحن هادو جاينا هون سقيري ونعرف اللي الزراعة ونين استحسم معنا نداء رئيس الجمهورية زيان عندنا حتى بدون وفرو وشين قالوا سبوما وشين قالوا برجين وشين قالوا نافا وشين قالوا تموتا وشين قالوا كاروت قال هذو الاشياء عندهم فرق سبوما وبتراف وكاروت وتماتي ما هم اللي قدي ينقلعدون أهل التشهرى أربعة هو اللي قدي يجهزوني طيب وهذا المزرعة هون المشروع قدي عدلوه يقال هذا كامل لصعب حالة حالة الإمكانيات الزراعة عندنا فيها تعتنى في نفس الوقت من نقص المياه النقص المياه هي اللي تعتنى منه الجيهات المعنية استبشرت خيرا بالتعليمات الجديدة بخصوص الزراعة كونها صدرت من أعلى سلطة في بلاد هذا النداء أو هذا لبت له جميع الولايات وانواديبو هي الأخرى لها مشاركة فعالة وبصمة في ما يسمى زراعة الخضروات حملة 2022-2022 هي حملة استثنائية تميزت بأنها انطلقت واطلقها في خامة رئيس الجمهورية من ديقرائر وهي حملة استثنائية ومستمر على مدار العام تشمل جميع الشعب الزراعية زراعة الأرز مثلا وزراعة المحاصيل التقليدية وزراعة القمح كمحصول المدخل استراتيجي وزراعة الخضروات بالنسبة لخصوص الزراعة هنا هنا عندنا نمط واحد من الزراعة هو زراعة الخضروات هذه الزراعة الخضروات تتميز على هنا مستمر على مدار العام من أهم المشاكل كما قلت المطروح المزارع في الواديبو تجبر حصة من الماء حصة الماء هذه مرة تزيد وتنقص وكل ما تأثرت شبكة S&D في نقطة معينة مدنة في الخاطر الرابط بين المرار والنواديبو أو في الداخل لأنها هي مشكلة ينعكس ذلك مولي على حصة الواديبو التي يتوقع في المفهول وهي مشكلة عامة مشكلة العجز في الواديبو مشكلة يعاني من الساكنة ما هو قاعدة الزراعة الزراعة مع هذا كلها تحصل على نصيبها من الماء يزيد وينقص حسب استهلاك الساكنة للماء وهكذا تستمر الزراعة تحت النخيل بداخلة وذيبو على أمل الحصول على إنتاج يكفي المواطنة مؤونة البحث عن ما يزرعه الآخرون لقناة الموريتانية عبدالله والزبير وذيبو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة